بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيم اليوم بربأسا شديدا من لدله ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كتين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من عند ولا لآبازهم كبرت كلمة تخرج من أفوابهم إن يقولون إلا تذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض ذينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا نجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا فقالوا ربنا آتنا من ذنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آبالهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم من عالم أي هزبين أحصى لما لبتوا أمدا نحن نقص عليك نبا بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسوقان بي فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتذلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تذاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقررهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضوي فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم مقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم بافط براعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا لوليت منهم فرارا ولوليت منهم ربا وكذلك بعثناهم ليتفاءنوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أذكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن لكم أحلا إنهم إن يظهروا عليكم يرجوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تخلفوا إذا أبدا وكذلك بعثناهم يتساءلوا بينهم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنادعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلموا به قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة ثادثهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماركيهم إلا مراءا ظالرا ولا تستكت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعب ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نأتي وقل عسى أن يهديني ربي وقل عسى أن يهديني ربي لأقربني هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له ضيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا والزماء أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداف والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا قطع من أوطلنا قلبه عن ذكرنا واستبع ذواه واتبع ذواه وكان أمره قرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فلؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتبنا للظالمين نارا أحاط بهم فوادقها وإن يستغيثوا الوارد منها إن كلمه ليشوي المدوه بئس الشراب بئس الشراب وتاءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا كان مضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدل تريد من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساورا من ذهب ويلبتون ثيابا خضرا ويلبتون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلا جعلنا لأحد ما جنتين أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت فخلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوله أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم من نفسه قال ما أظم أن تبيد هذه أبدا وما أظم ساعة قائمة ولئن عددت إلى ربي لأردن خيرا منها منقنبا قال له صاحبه وهو يحاوله أكفرت أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من مقفة ثم ثواك رجلا لكن هو الله رب لي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرفل عليها حسبانا من السماء فأصبح صيدا زلقا أو يصبح ماء ما غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كثا على ما أنت قفيدا وهي خاوية وهي خاوية على أرشها وهي خاوية على أرشها ويقول ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتطرا هنالك الولاية لله هنالك الولاية لله حق هو خير ثوابا وخير مرقبا واضرب لهم مثلا حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نباك الأرض فأصبح هشيما تبروه الديا وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبحر نذينة الحياة الدنيا والباطياء الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نفير الجبال وترى الأرض باجزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصابا معني محاضرا ووجدوا ما عاملوا حاضرا ولا يظلم هبك أخذا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبني سكان من الجن ففتق عن أمر ربه أفتتخذونه ودرئيته وأولياء من دوني أفتتخذونه ودرئيته وأولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضيين عبدا ويوم يقول نادوا شركاء الذين زعمتم ويوم يقول نادوا شركاء الذين زعمتم فذعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن لنا فيه من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبونا وما مرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادر الذين كفروا بالبعط يذحبوا بهم حقا واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم من من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقروه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فن يهتدوا إذا أبدا وربك الوقود الرحمة لو نؤاخذهم بما كتبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أدره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما نسيا حوتهما فاتقل سبيله في البحر ثوبا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا قال قد لقينا من تفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصفرة تيني نسيت التوت وما أن بانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ تبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نذر فارتدى على آثارهما خصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلم على أن تعلم من ما علمت رشدا قال إنك من تستطيع معي صبرا قال ستجد وكيف تصبر على ما لم تفق به خدرا وكيف تصبر على ما لم تفق به خدرا قال ستجد إن شاء الله صادرا ولا أعطي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أثبت لك منه ذكرا فهم طلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغلق أهلها لقد جدت شيئا إما قال ألم أقل إنك من تستطيع معي صبرا قال لا تعاخذني بما نسي ولا ترهقني من أمني عسرا فهم طلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد ريت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمني عسرا فهم طلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد ريت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عني شيء بعدها فلا تصاحبني قد ذلعت من لدني عذرا فهم طلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا فأبوا أن يضيكوهما فوجبا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامت قال لو شدت لا اتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتغيير ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة بكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان عراءهم ملك يأخذ كل سئلة عصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمني فخشينا أن يرهقهما طريانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه ذكاة وأقاض رؤما وأما الجدار فكان لولا من يسيمين في المدينة وكان تحته كنز لوما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأول ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتدو عليكم ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مرض الشمس وجدها تأرغ في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وعذبه وإما أن تتخذ فيه سسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جداء سسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع وجدها تطلع وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دولها تترا كذلك وقد أحقنا بما لديه خدرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقرون قوما قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفيدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فاعلموني بقوة أجعل بينكم وبينهم ربما آتوني زبر الحبيب حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نار قال آتوني أفرخ عليه قصرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقدا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتوحنا بعضهم يومئذ يمود في بعض ونفق في الصور فجمعناهم جمعا وأعرضنا جهنم يومئذ الكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غفاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إِنَّا أَعْتَبْنَا جَهَنَّمَا الْكَافِرِينَ مُذْلًا قُلْ هَلْ يُنَبِّرُكُمْ بِالْأَرْثَرِينَ أَعْمَالًا الذين ضلت عيون في الحياة الدنيا وهم يحفظون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم والقاء فَحَرِفَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَذْنًا ذَلِكَ جَزَاءٌ جَهَنَّهُ بِمَا كَفَرُوا وَاتْتَخَذُوا آيَاتِي وَرُسُمِي بُذْوًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَ وْسِرُّنْا خالدين فيها لا يبرهم عنها أفولا قل لو كان البحر مدادا من كلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثلي مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرضو لقاء ربه فليعمل عمله صالحا فليعمل عمله صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا